السلام عليكم والرحمة الله وبركاته من فضلك للاشتراك والأيك والتعليق سرطان الثدي عشر أطعمة تحارب عدو النساء النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بسرطان أو المقاية منه بتناول الأطعمة الغنيات بمضادات الأكسادة التي تقاومه إليكم أطعمة تحميما سرطان الثدي تركز المنظمات الصحيات العالميات جهودها على التوعية بمرض سرطان الثدي خلال شهر أكتوب ارتشرين الأول من كل عام وإبعاد أكبر عدد ممكن من السيدات عن دائرة الخطر بتوعيتهن بأسباب الإصابة والعوامل المساعدة وتوضيح كيفية الوقاية من الورم الخبيث والسرطان مرض يعرف عنه نمو الخليا غير الطبيعيات التي تضر الجسم بطرق مختلفة وهناك أكثر من مئة نوع منه أكثرها انتشارا سرطان الثدي والجلد والمبيد ورأة والبنكرياس والقولون والبروستات والأورام الليمفوية ويلعب النظام الغذاء دورا كبيرا في الإصابة بسرطان أو المقاية منه خاصة عند تناول الأطعمة الغنيات بمضادات الأكسادة التي تقاوم الأورام مضادات الأورام الإصابة بسرطان وقالت لينغا للعين الإخباريات إن هناك مجموعة من المواد الغذائية التي تضاعف من فرص الإصابة بسرطان على رأسها اللحم المصنعة أو الحمراء والأطعمة المقلية والمعلبة والجاهزة والوجبة الصريعة وأوضحت أن الإفراط في تناول السكر وشرب المياه الغازيات بما فيها الدايت وتناول المحليات الصناعيات والأطعمة المعدة بوزيوت مهدرجة كلها تقود للإصابة بالأورام وذكرت أن الأبحاث كشفت أن فاكهة القشطة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية وامضادات الأكسادة التي تساعد فالوقاية من السرطان موضحة أن الفاكهة عموما مفيدة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض وشدت الطبيبة المختصة على ضرورة لاهتمام بتناول غذاء صحي متوازن يتضمن الخضروات والفاكهة يوميا مشيرة إلى أن السلطة من أهم الأطباق التي يجب أن لا تخلو طاولة الطعام منها ونصحت بالابتعاد عن قل الطعام والاهتمام بتناول الفاكهة في صوراتها الطبيعيات دون عصرها فضلا عن الاهتمام بالأمور المساعدة مثل الاكثار منشور بالمياه والتعارض لشمس والحركة وممارسة الرياضة والنوم ثمانية ساعات ليلا أطعم ومشروبات تقي من السرطان هناك مجموعة من المواد الغذائية والأطعم والمشروبات التي أثبتت عشرات الأبحاث فعاليتها في مقاومة أمراض سرطان أو المقاية منها أبرزها 1. التفاحة يحتوي التفاحة على البوليفينول وهو ذي خصائص مضادة للأورام خاصة سرطان الثدي والقولون أثنان 2. الرمان يحتوي على مضادات الأكسادات الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين لذا يحمي الرمان الجسم من سرطان الثدي والكبد والبروستات والقولون ثلاثة 3. التوت تحتوي فاكهة التوت على مضاد الأكسادات القوي الأنثوسيانين الذي يقلل نسبة الإصابة بسرطان خاصة الثدي والمبيض والقولون والكبد والبروستات 4- عصير البروكلي من المشروبات التي تحمي من سرطان الثدي وعنق الرحم والمبيد كون يحتوي عصير البروكلي على انوال ثلاثة كايرابيانول من مضادات الاكسادة القوية 5- عصير الطماطم يحتوي عصير الطماطم على اللويكوبين وهو من مضادات الاكسادة التي لها دور في الحماية من سرطان الثدي ورحم ورأة والمعدة والبروستات 6- عصير يوم والبصل يحتوي الثوم والبصل على الكثير من المواد المضادة لمرض سرطان مثل الاليسين والسيلين يوم واثبتت الدراسات ان الخصائص الموجودة في الثوم تقوم بمكافحة سرطانات وخاصة سرطان البروستات والثدي ومادة الكوريسية التي يحتوي عليها البصل يوجد لها تأثير مضاد لسرطان ايضا 7- كما ان البصل يحتوي على مادة الفلافونويدات الذي بدوره الحفاظ على الانسجة في الجسم والثبيط في الخلايا 8- واضافة الى ذلك احتوائه على فيتامين اي سي وهما مضادان للاكسدة 9- يمنع الثوم تكوين النتروزامين وهي من المواد المسرطنة التي تصيب بسرطان الثدي والكبد والقولون سبعة 10- الزنجبيل غني بمضادات الاكسدة التي تمنع نمول وتطور الخلايا السرطانية 11- وقي الزنجبيل من اورام الثدي والبروستات والمبيض القولون والمستقيم وراء والبشرة والبنكرياس ثمانية 12- السبانخ يحتوي على مضاد الاكسدة اللوتين ومركب الكاروتينات وزياك ساونثين 13- وتقي السبانخ من السرطان خاصة المريء والقولون والمعدة وراء تسعة 14- الشاي الاخضر الشاي الاخضر من المشروبات الغنيات بمضادات الاكسدة والمكافحة لسرطان خاصة الجلد والبنكرياس والمريء 15- الجوز يحتوي على مادة البوليفنول والمواد الكيميائيات النباتية المضادة للاكسدة 15- لذا يساعد الجوز في الوقاية من سرطان الثدي والبروستات والجلد 11 الملفوف 15- الكرنوب من الخضروات التي تنتمي الى العائلة الصليبية 16- يحتوي على مواد مضادة لانواع سرطانات المختلفة 16- ويعرف ذلك بمركب لندول 3 ربيينول 17- وهو الذي ينشط هرمون الاستروجين فبلتلي يحمي من سرطان الثدي نقطة 12 الكركم 17- غني بالعناصر المهمة التي تقوي منعة الجسم 17- مثل البروتينات والالياف الغذائية 18- وفيتامينة سي، كي، اي والعديد من المعادن 18- مثل البوتاسيوم، الكالسيوم، الزنك، النحاس، الصوديوم، ومضادات الأكسدة 19- وهذا ما يميز الكركم لانه مضاد للغلتهابنتين، والميكروبات، والخلايا السرطانية 20- وتوجد مادة تسمى بمادة الكيوركيومين، وهي مادة نشطة موجودة في الكركم، ولها دور في تحفيز التدمير الذاتي للغلايا السرطانية، ومقاومة مرض سرطان الثدي 21- وتناول ملعقة صغيرة من الكركم يساعد على الوقاية من السرطانات ومقاومتها، وتعزيز عمل بعض العلاجات الكيميائية، وتخفيف آثارها الجانبيات 13 الأسماك الزيتية 21- تناول الأسماك الزيتية كالماء كريل والسلمون، يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي، لأنهما يحتويان على الأيوم جا ثلاثة، وهو عنصر مهم في تثبيت نمو الأورام سرطانية، وتعزيز جهاز المناعة بالجسم 14 بذور آل كان أجريت معظم الدراسات المتعلقة بالخصائص المضادة لسرطان للاكتان على الفئران أو عبر زرع الخلايا في أنابيب الأختبار ومع ذلك فإن النتائج تشير إلى وجود اتجاه واضح بكتيري الأمعاء تحول الليجنانيمن، نوع من مادة البوليفينول موجودة في بذور نلكان لانتروكين وانتروديغل، وهما اثنين من المواد الهامة التي وجدت في الدراسات المخبريات على أنها تساعد في منع مرض سرطان، خاصة سرطان الثدي ووفقا للدراسات المختبرية، تبطئ الليجنانيمن حركة ولزوج خلايا سرطان الثدي، ما يدفعه إلى التوسع بوتير أبطط يعتبر سرطان الثدي حتى يومنا هذا مرض سرطان الأكثر شيوعا في العالم ومسبب الوفاة رئيسية في أوسط النساء بين أجيال خمسة وخمسين واصل خمسة وثلاثين، ولكن للاكتشاف المبكر للمرض قد يؤدي لشفاء شبه تام أبس هو جهاز أشعة فوق صوتية متطور، ويعتبر آخر تجديدات مكافحة سرطان الثدي الجهاز غير غازي، وليس مألم ويتيح المسح العميق وشامل، وهو قادر على العثور على الأورام في مراحلها الأكثر الأولية مما يزيد من فرص الشفاء إلى حد كبير خمسة عشر البطاطة الحلوات الفواكه والخضروات البرتقالية غنيات بالبيتكا ورواتين، وهو من أقوى مضادات الأكسادات التي تحمل أخشيات الخلوية من تلف السموم وتبطأ نمو الخلايا السرطانيات 16 زيت الزيتون زيت الزيتون مصدر غني بمضادات الأكسادات والمغذيات النباتية المختلفة، حيث أن حمض الأوليك والذي يعتبر من الأحماض الدهنية التي تمنع نمو الخلايا السرطانية ما هي النصائح الغذائية لمرضي سرطان الثدي؟ نصائح غذائية لسرطان الثدي يمكن اتباع الإرشادات الغذائية التالية عند الإصابة بمرض سرطان الثدي شرب ما لا يقل عن 2 و 3 لترات من السوائل في اليوم الحصول على السعرات الحراريات الكافية للجسم، حيث يجب تناول الطعام بانتظام والحصول على 5 و 3 وجبات صغيرة طوال اليوم اختيار الأطعمة المغذية من مجموعات الطعام مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب، والفاصولياء، والمكسرات، والبذور، والحوم، والبيض، ومنتجات الألبان تناول البروتين فهو يساعد على الحفاظ على كتلة الجسم وبناء العضلات ومن مصادره اللحوم، والدواجن، والأسماك، والمأكولات البحرية لو سمحت لأتنسي للاشتراك والآيك والتعليق برايك وشارك الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع والسلام عليكم والرحمة الله وبركاته